ماذا عن ليفربول ما بعد يورجان كلوب؟ هل يواصل النجاحات أم يتراجع ليفربول؟ وأوذكرك أنه من 30 سنة وقت ما فوزت بآخر دوري مع ليفربول بالدوري الإنجليزي قلت أن ليفربول سيحتاج 30 سنة أخرى للفوز باللقب هل ليفربول الآن هيحتاج لـ 30 سنة أخرى للفوز باللقب جديد للدوري الإنجليزي؟ بشكل لا يصدق قد حدث الأمر بعد 30 عاماً كانت مفاجأة لي لأنني توقعت ذلك بالطبع أردنا أن نفعل ذلك من قبل ولكن كان إنجازاً عظيماً والأهم تواجد لعبين مثل فان دايك كانوا إضافة رائعة لليفربول بعد هذا الوقت الطويل لم نفز بدوري الإنجليزي كان دعم كبير من الإدارة ومدرب رائع على مصال خطتي ومصال فريق كانت فترة لا يمكنك فيها أن تجابه ليفربول ولا يمكنك أن توقف خط هجوم ليفربول لأن الجميع يتواجد في مركزه الأمثل لا يمكنك أن تلعب أمام ليفربول وتكون مرتاح الفريق الذي صنعه يورغين كلوب بالطبع محمد صلاح كان الأبرز هو صاحب هذا الإنجاز أعتقد أن محمد صلاح لا يمكن أن يتواجد في أي مكان آخر غير ليفربول ستكون خسارة كبيرة قد فاز بالدور الإنجليزي قد فاز بالدور الأبطال ليس فقط الدور الإنجليزي وإنما لسوء الحظ أن جماهيرز ليفربول ولعبين ليفربول يشاهدون ما يحدث الآن من رحيل يورغين كلوب ولكن ماذا سيحدث أعتقد أن السمعة الطيبة التي تركها للفريق هي التي ستساعد أرنسلوت أعتقد أنه قدوم المدرب الهولندي وخصوصا بعدما رأيناه من تنهاج مع مانشيسترونيتد أعتقد أنه سيحاول وأنا متأكد أنه سيصنع وأنا سعيد لتواجده مع الفريق خلفا ليورغين كلوب أعتقد أنه سيحاول أن يسير على نفس النسخ ولكن بسبب تأثير تنهاج وما رأيناه من فترة الأخيرة الجمهور قلق قليلا ولكن سنرى تنهاج لديه فريق يستطيع أن يصنع الكثير ولكن قد أدوا بشكل سيء أعتقد أن لسوء الحظ لم نره ينافس على الدور الإنجليزي بعد هذه المسيرة